ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تلقى سبع الطعانات غائرة في مناطق متفرقة من جسده وجهها إليه الجاني مستعملا سلاحا أبيضا وهو ما كان كافيا لإزهاق روحه كما أن التحقيقات التي باشرتها الشرطة أظهرت أن الضحية كان على معرفة مسبقة بالجاني لكونهما يسكنان بالحي ذاته فيما لم يتم بعد التأكد ما إن كان سبب ارتكاب الجريمة يعود فعلا إلى خلاف حول سعر إحدى السلاع أم أن مشكلا آخرا كان قائما بين الطرفين هو ما دفع المتهم إلى إزهاق روح الضابط وكان المدير العام للأمن الوطني قد قرر منح ترقية استثنائية لموظف الشرطة الضحية البالغ من العمر 55 سنة مع تكليف المسؤولين الأمنيين بمدينة آسفي وبمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني بتقديم الدعم اللازم لعائلته وتكفل بجميع مصاريف الجنازة نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب